السلام عليكم واتحياتي جميعا واتبعين القناة عائد الغرباء مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو هذا الذي سنجاوب على واحد سؤال الذي هو مهم بزر رأيته في اخر فيديو حدث مؤخرا ما هو ممكن هذه الاحتجاجات التي يقومون بها في فرنسا تكون سبب الرفض لأن الكثير من الناس يخدمون الرفض ولحتهم انهم في التعليق يقولون بسبب ما يقومون اليوم في فرنسا أو ما يقومون اليوم في فرنسا يعني احتجاجات الفلاحين والاضرابات والأعمال الشغب خلت انه يكون الرفض في التعليق وهذا الاضراء هذه صحيحة او لا اليوم بعد نجاوبون اليوم ونفهمها لان الكثير من الناس خطئين فيها او ربما شو واحد تتكلم في هذه النقطة ومشدالع بزراء بزراء مع بزراء اخوان ما يقومون بفرنسا فهو ليس له اي علاقة فيما يخص الرفض لما تخافوا من تلك شيء لا يمكنك تتكلم في الرفض لانه يمكنك تتكلم في الرفض لا يمكنك تتكلم في الرفض فهو ليس له اي علاقة فرنسا كانت في فرنسا في الكثير من الازمات مؤخرا في هذا العام او العام القبل كانت في الكثير من الازمات ومع احتجاجات اكساتي غراء وان فرنسا مورفة في هذا نعطيكم غير اخر شيء كانت وقع والمشكلة كانت نهارد تقتل جزائري لكلوشي بوليسي كانت فرنسا تقلبت لرب الصح هذا العام لم يكنك تتكلم مع العلم انه كانوا العرب الذين دعون هاتش العرب الذين دعون المظاهرات وعمل الشغب اكساتي ولكن لم يكنك تتكلم على اللغة اليوم كنت نرى اضرابات او مظاهرات الذين يقوموا بالفلاحين طبعا الفلاحين الفرنسيين لا يوجد عشقاء إليس فرنسيين الذين تتعرضون بحققهم مرة لا يوجد علاقة لأنها تكون ضد العرب أو يأخذوا واحد من موقف ضد العرب منطقيا لن يوجد منطقي لأنها لتكون هذا علاقة لانتقال فرنسا ويرانا ويقوموا يقولوا ايضا في الحاجة ايضا للشخاص والسلط والشعار لا تضطر لنا في هذه القضية لاحقا شرط في التعليق ديالكم قد تقولون أنه عندنا الرفض بسبب هذا الشيء يمكن الصدفة أنك أعطوك الرفض في هذه البيئة كان أكدك أنه بزر الناس خضروا الناس الحمد لله خضروا القابل في هذه الفترة عادي ديال المضاعرات وكانت لشيء مشكل إذا كان لديك رفض فهذا يعني أنه مشكل فيك في الميل في ديالك إذا كان لديك مشكل في الميل في ديالك أو ربما إذا لم يكن مشكل في الميل في ديالك يكون هناك مشكل آخر وهو أنه يشك فيك أنك شرط في التعليق لا يشك فيك أن تتحرك الفيزا لأن الكثير من الناس يقولون لكم الموتيف للغفو من يرفض لك يقول لك لا تهرب لنا أو لا نقصق شرط لا تهرب لك لا تهرب لك لأن الكثير من الناس يكون سبب أساسي أن الكثير من الناس يترفض لذلك لا تهرب من المستحسن أن الباترون دائما يجب دائما يسول يدرب مع المدير يشوف كين سيخطر يكون نمود الباترون بان عندهم حتى الشكل أن الكثير من الشكل لا تهرب لا تهرب لهم يقولون أن الباترون يقلب على عمله أو يقلب على ذلك السيد الذي سوف يقلب عليه لذلك لا يمكن احتمال أنه شارع لذلك لذلك اليوم نحن لديك الفكرة لأن ما يقال اليوم في فرنسا فهو سبب رئيسي فأنه كان الرفض أو لا كنشوف شيء يقول لك سوف يرتفع الرفض أو لا هذا لا يوجد كما قلت لكم في الفيديو السابق أن اليوم سوف يقلب أسبوع وأسبوع وأسبوع وممكن يكون تغييرات وممكن سيكون سبب الرفض حاليا لا يوجد شيء ممكن أن يقلب القانون جديد وممكن يؤثر أنه لا يوجد لا يوجد أنه لا يوجد أيضا أنه لا يوجد علاقة ما بين ما يقال في فرنسا وأنه يسبب لنا الرفض لا يوجد ارتاح من هذه النقطة وأن أمور تسخر لكم ونضرب موعد الفيديو القادم من دمت في رائحة السلام عليكم المترجم